السلام عليكم اليوم لدي عدة كروت للتصليح وسأبدأ بكرت الـ RX 1600 XT القادمة من علي إكسبرس ومن النظر الأولى وجدت أطال للعمل عليها من قبل وإذا شاهدت فيديوهاتي السابقة فستلاحظ أني أتجنب مثل هذه الكروت لكن قررت العمل عليها ولاحقاً في هذا الفيديو ستعرفون أني ارتكبت خطأ عند القيام بهذا الشيء والمشكلة فيها هي تحول الشاشة إلى سوداء بعد مدة قصيرة وعند وضع المبرمج الخاص بالمتحكم لرؤية الأخطاء وجدت مشكلة في اوت لاو والذي لديه عدة أسباب وعلى كل حال انتقلت لفتح الكرت تالياً فوجدت هذه الكمية الكبيرة جداً من المعجون الحراري وحسب صاحب الكرت فقد جاءت من علي إكسبرس بهذا الشكل وبدون ملصق ضماء وقد وجدت أيضاً أطار تلحيم بالقرب من المتحكم الأساسي ووجدت كذلك مكوناين تم تلحيمهما مع بعض لكن لم أعطي الأمر أهمية لأن الكرت تظهر صورة من الأول وظننت أنه قد تم تعديل على الكرت بهذا الشكل من قبل الشخص الذي عمل عليها من قبل فوضعت الكرت مرة أخرى لأفحصها أكثر وهنا حدثت الكارثة فقد وقع انفجار في الكرت ولم أستطيع أن أصوره لكن يمكن فقط معرفة حجم الضارة الذي حدث للكرت من حالة الملف الذي حدث فيه شق نتيجة طيال كابر الذي مر به وقد حاوت أن أفهم سبب حدوث هذا الشيء لكن لم أجد أي دليل قوي والشيء الوحيد الذي وجدته أن المكوناين لدان تم تلحيمهما مع بعض يربطان 3.3 فولت بال1.8 فولت يعني كان من المفترض أن يحدث هذا الانفجار بمجرد أول تجربة للكرت والشيء الذي استنتجته أن أحد المقاومات التي تربط هذا المكان لم تكن ملحمة بطريقة جيدة وعند القيام بالفحص تلمست المقاومة مع المكان الذي يفترض أن تكون فيه ملحمة وحدث انفجار بسبب تلحيم الذي كان موجود سابقا بمجرد تجربة للكرت وفي مثل هذه الكروت التي تظهر صورة في العادة أخبر أصحابها قبل القيام بنزع القلب لأنه يوجد احتمال أن لا تظهر الصورة بعد ذلك لكن في هذه الحالة لم أتخيل أنه يمكن فقط بفتح وإغلاق الكرت أن تحدث مشكلة مثل هذه وأنا متأكد أن الشخص الذي عمل على الكرت من قبل حاول نزع الأكسد على المكان القريب من المتحكم وهذا أدى إلى تلامس قطعتين باللحام وقد عرضت على صاحب الكرت أن أعوض بشراء قلب آخر للكرت مع أن الأمر مكلف جدا مقارنة بثمن تصليح الكروت الذي أقوم به لكن في المستقبل لن أتحمل أي شيء يحدث لأي كرت تم العمل عليه من قبل فهناك أغبياء كثيرون للأسف يعملون على هذه الكروت ولا يمكنني تحمل ثمن أخطائهم دائما والكرت الثانية هي الـ ATX 3050 جيجابايت والمشكلة فيها هي ظهور خطوط على الشاشة فكنت باختبال فيرام فظهر مشكل في الفيرام بيوان ففتحت الكرت تاليا فوجدت أنه تم محاولة تسخينها من قبل سبب مو وعلى كل حال نازعت الفيرام بيوان فوجدت أن بعض البينات لم تكن متصلة بطريقة صحيحة وهذا واضح من شكلها ولونها فكنت بالريبال لنفس الفيرام وأعتت بيوان وبعد الانتهاء جربت الكرت وظهرت الصورة بشكل عادي فكنت بتجيباتها أكثر تحت الضغط ولم يظهر أي مشكل آخر وثالث كرت لدينا اليوم هي الـ ATX 3070 من أماس آي والمشكلة فيها هي شاشة سوداء والمراوح لا تدور كليا وبالفحص الأول وجدت قصر في الفيوز القريب من الـ PCI-E ففتحت الكرت تاليا وحقنت سفاسي 75 فولت في مكان القصر فوجدت واحد من الضيارموس يصدر حراره فنزعت المكتفات القريبة منه وبعدها قمت بنزعه تاليا فوجدت إسويدات كبير أسفله ولو لم يكن هناك فيوز في هذا الكرت لحدث حريق كبير سيصل حتى الجهة الأخرى من الكرت وعلى كل حال غيرت الضيارموس وبعدها أرجعت المكتفات وغيرت الفيوز المتعطل وبعد الانتهاء جربت الكرت وظهرت الصورة بشكل عادي وجربتها أكثر تحت الضغط ولم يظهر أي مشكل آخر وآخر كرت معنا اليوم هي RTX 3090 جيجا بايت والمشكلة فيها تشبه الكرت السابق وهي شاشة السوداء والمراوح لا تدور كليا انتقلت لفتحها تاليا وظهر أنه تم تغيير ثرم الباض له وفحصت الفيوز الخاص بالكرت فوجدت قصر مثل الكرت السابق تماما وباستعمال كاميرا الحرارية ظهر واحد من الديارموس يصل الحرارة ولا تتسرع وتخرج من الفيديو فالمشكلة لن يكون سهل مثل السابق فبعد تغيير الديارموس والفيوز فحصت كل شيء واختفى القصر لكن وجدت الفيوز الخاص بالPCIE متعطن مع أنه لا يوجد أي قصر في الجهة الخاصة به فغيرته وجربت الكرت لكن لم تظهر الصورة ففحصت مرة أخرى فوجدت قصر في الجهة الخاصة بالPCIE فكنت بنفس الخطوات السابقة وغيرت ديارموس آخر وبعد الانتهاء جربت الكرت مرة أخرى وبالتأكيد لم تعمل وهذه المرة تم تفعيل حماية الحرارية فيه لكن لم أتعب نفسي في البحث عن سبب هذا الشيء بل نزعت الديارموس الذي غيرته في الأول مباشرة وبعدها قمت باستبداله وبعد الانتهاء جربت الكرت وظهرت الصورة بشكل عادي وإذا كنت تتساءل عن سبب تغييري للديارموس الأول مباشرة فالسبب أنه لم يتعطل أصلا في الأول لأنه سبب مشكل بل الديارموس الثاني هو الذي سبب تعطله وهو أصلا لم يكن متعطل بشكل كلي لهذا لم أجد أي قصر في الجهة الخاصة به إلا بعد تغيير الديارموس الأول وأعرف أن الأمر معقد نوعا ما لكن باختصار الديارموس الثاني هو الذي سبب كل هذه المشاكل وعلى كل حال جربت الكرت أكثر تحت الضغط وظهر كل شيء جيد فيه وقد توقعت أن تصل حرارة الفيرام ل110 دراجات لكنها كانت أقل بكثير وهذا جيد بالنسبة للفيرام جدي ديار سيكس أكس وفي الأخير إن عجبك هذا الفيديو فلا تنسى دعمنا باللايك واشتراك السلام